كاذا ترامب؟ ربما طبعا حضرتك منذ صباح اليوم بنحاول نفسر حالة الزهول التي أصابت العالم من وصول ترامب إلى الرئاسة الأمريكية لكن خليني يمكن نكون أقصر واقعية ويمكن أنا كنت مع حضرتك في المناظرة الثالثة والأخيرة وقالنا ربما تتغير الدنيا خلال الفترة الأخيرة أنا فاكر عبارة حضرتك كويس قوي أنا أعتقد أنه في جزء من التصويت تصويت احتجاجي يا أستاذ أحمد يعني في جزء من التصويت كانت هناك كتل تصويتية كبيرة بتعرف باسم الكتل التصويتية العائمة لأسوات المرتبكة لغير واضحة المعالم بتدي صوتها بصورة كبيرة طبعا في التحليل العام لانتخابات الأمريكية لازم تحط معاقل التصويت في بعض الولايات يعني دي ديمقراطية دي جمهورية ده أمر ساري من سنوات طويلة لكن ما جرى طبعا خرج عن النص اليوم كانت هناك مفاجآت في المجمع الانتخابي وحالة زهول حتى من الذين تابعوا الانتخابات داخل الولايات المتحدة الأمريكية المجمع الانتخابي كان بيتلقى نسب التصويت مباشرة فيها نوع من الاستغراب نتيجة لأنه الأصوات العائمة كانت فيها سيولة كبيرة وكان متوقع أنه حتى لو فاز ترامب حيبقى بنسبة قريبة من كلينتون يعني ما بقاش هذه النسبة الكبيرة في المجمع الانتخابي طبعا المؤشرات الأولية حتى أمس كانت تؤكد تصاعد دور ترامب الاستلاعات شبه الرسمية واللي هي جت حضرتك قبل أسبوع من إجراء التصويت وده تصويت مش وهمي زي ما تقال في الإعلام هو مش تصويت وهمي وبيدي لحضرتك مؤشرات إلى ما يمكن أن تؤدي إليه نتائج الانتخابات في جزء مما جرى أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية مقبلة ليست إلى حالة عزلة ولكن إلى حالة قراءة الداخل الأمريكي جيدا وقراءة الداخل الأمريكي جيدا حضرتك مرتبطة بحاجة لأول مرة ستصبح أمريكا بكل ما فيها جمهورية سواء على مستوى الكونجرس على مستوى الشيوخ على حكام الولايات فأنت أمام الجمهوريين الجمهوريين نحن نعلمهم جيدا كسياسيين وقام مشروعات برامج ورؤية مباشرة تجاه الشرق الأوسط ومصر وبالتالي نرجو أن نكون متفائلين نكون وقعيين في التعامل مع الرئيس ترامب بالتأكيد هو أفضل من كلينتون قولا واحدا وبالتأكيد بالنسبالنا بالنسبالنا وبالنسبال الشرق الأوسط وده ليس تحليل عابر مرتبط بأنه حالك بتسمع منذ فترة أن هذا الرجل وهذا المرشح ثم النهاردة الرئيس ليس لديه برنامج انتخابي متكامل ليست لديه رؤية للسياسة الخارجية هذا غير صحيح شكلا ومضمونا نحن نتعامل مع هذا الرئيس وفق برنامجه الانتخابي برنامج الحزب الجمهوري لا علاقة لنا بتصرحات عباسية قيلت فيه مراحل الحملة الانتخابية فبالتالي لا نحاسب الرئيس على كل ما له علاقة بالمزايدات الانتخابية سنحاسب ترامب على برنامجه والناخب الأمريكي الذي أدل بصوته هيحاسبه على البرنامج يعني أما يقول أمن إسرائيل أولا لابد أن يترجم ترجم أبو باشر حضرتك بأمرين تأمين أمن إسرائيل يعني حيزود المساعدات اللي تم توقعها